بعد يومين على اغلاق باب الترشح لشغل المناصب السيادية للمرحلة الانتقالية في ليبيا اعلنت البعثة الاممية الى ليبيا قائمة المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء بعد ان انتهت لجنة التطقيق المكونة من ثلاثة من اعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي من النظري في طلبات المرشحين التي اتفق عليها الملتقى في تونس ومن ابرز المرشحين لمنصب رئيس المجلس الرئاسي عقيل صالح رئيس مجلس النواب الحالي وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري والشريف الوافي نائب رئيس المؤتمر الوطني للأعوام 2012-2013 واسامة الجويلي وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية الاولى اما منصب رئيس الوزراء في من ابرز المترشحين له فتح باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق واحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق وعبدالرحيم مختار المنتصر راجل اعمال ومن اجل اختيار اعضاء السلطة التنفيذية الموحدة بدأت مدينة جينيف السويسرية تستقبل اعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لعقد اجتماعه برعاية البعثة الاممية الى ليبيا في الفترة من الاول الى الخامس من فبراير للتصويت على هذه السلطة مصادر اكدت ان المرحلة المقبلة مؤقتة ولن تدوم اكثر من عام ولن يكون بوسع من سيتولون تدبير المرحلة المؤقتة التراشح للانتخابات المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر